أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين تركنا عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أشرعوا إخواني في الله وإياكم في سلسلة من سلسلة دروس الوعي الإسلامي هذه السلسلة عظيمة بعظم المواضيع والمضامين التي تحويها نحن نجد مثلا في جامعاتنا الإسلامية تخصصات مختلفة نجد تخصص في أصول الدين نجد كذلك تخصص في الفقه نجد تخصص في الحديث وكذلك حتى الشريعة والقانون ولكن من المهم أن نجعل في جامعاتنا الإسلامية تخصص يدعى الوعي الإسلامي لأن في الحقيقة في واقعنا المعاش كثير من الناس لا يحتاجون إلى علوم الشريعة مثلا كمصطلح الحديث وأصول الفقه إلى غير ذلك لأن الكثير من الناس لا يستوعبون ذلك إلا أهل التخصص ولكن الوعي الإسلامي مطالب به كل الناس يعني كل الناس مطالبين بأن يكون لهم وعي إسلامي حتى يستطيعون التكيف مع واقعهم إذن تحت سلسلة الوعي الإسلامي اخترنا هذا العنوان العريض فنقول ماذا يعني انتماء للإسلام يعني الكثير من الناس أخذوا الإسلام بالهوية أو أنهم مسلمون بالهوية أو بالوراثة الكثير من الناس أخذوا الإسلام عن الأبوين مثلا الأطفال لما يشوفوا الأب التحهم يصلي يصلوا لما يشوفوا الأب التحهم يصوم يصوموا ولكن هل هذا هو حقيقة الانتماء إلى الإسلام الإسلام ليس شعائر تعبودية وفقط الإسلام هو نظام حياته حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل الله عز وجل أراد أن يشعرهم بانتمائهم إلى الإسلام فقد كانوا كلهم مسلمين المولى عز وجل يقول في شأن إبراهيم عليه السلام هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل إذن كلمة الإسلام والمسلمين كانت موجودة في عهد الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليست وليدة البعثة المحمدية وفقط الله عز وجل يقول كذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم الله عز وجل يقول في شأن يعقوب عليه السلام وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أن يعقوب عليه السلام أوصى أبناءه أن يكونوا مسلمين وهذا نوح عليه السلام كذلك يقول في شأنه المولى عز وجل واتل عليهم نبأ نوح ندقال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ولا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من نجر إن نجري إلا على الله وأمرت أنا كون من المسلمين هذا نوح عليه السلام كذلك سليمان عليه السلام كان من المسلمين ملكة سبأ ماذا تقول قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هذا دليل على أن سليمان كذلك كان مسلم وبلقيس ملكة سبأ لما دخلت لإسلام أصبحت تقول أسلمت أي أنا من المسلمين مع سليمان عليه السلام إذن كلمة إسلام أو مسلم ليست وليدة البعتة المحمدية بل هي كلمة قديمة أراد الله عز وجل من خلال هذه الآيات أن يشعر المسلمين بضرورة انتمائهم لهذا الدين أو انتمائهم للإسلام إذن إذا أردنا أن نبحث في واقع الأمة الإسلامية الآن نجد فراغ كبير في واقع الأمة فراغ سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الروحية وحتى التقافية يعني فراغ كبير يسود الأمة الإسلامية لماذا؟ هذا الفراغ هذا نتيجة التبعية للغرب في كل المجالات نرى من ناحية الاقتصادية نجد أن الأمة الإسلامية تستورد الأكل وتستورد الشراب وتستورد اللباس كذلك من ناحية التقافية نجد أن الأمة تستورد أفكار الغير تستورد أفكار الغرب حتى من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الهيئة يعني إنسان أصبح الشباب يشوفوا الشباب اليوم يعني اللباس اللي يلبسوه الصراوين اللي يروني يلبسوها كذلك نرى مثال تحليقة الشعر كلها تبعية للغرب هذا التبعية هذه للغرب لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية تعيش فراغاً رهيب وهذا الفراغاً رهيب قد أسقط الكثير من النظم وقد أسقط الكثير من الزعامات ومن الحركات وما الواقع منا ببعيد يعني نلاحظ العشرات السنين الأخيرة يعني نلاحظ كثير من الأنظمة سقطت وكثير من الزعامات سقطت وكثير من الحركات سقطت لماذا؟ لأنها لم تكن أصيلة ولأنها لم تكن لتخدم مقومات الأمة الإسلامية لأنها سقطت لأنها لم تتبت على ما كانت تدعو إليه من قبل ولهذا ظهر هذا الفراغ كانت شعارات زائفة من خلال الأنظمة شعارات زائفة من خلال الحركات ومن خلال كذلك الزعامات ولهذا لم تدن طويلا هذه الزعامات وهذه الحركات فرفضتها بالتالي الجماهير إذن لفظتها الجماهير الأنظمة لم تبقى ولم تبقى الزعامات ولم تبقى كذلك الحركات يعني هذا ما حدد بالفعل للأمة الإسلامية إذن الفراغ جعل سقوط الأنظمة وسقوط الحركات وسقوط الزعامات نعطى مثلا كانت هناك حركات تدعو إلى مبادئ معينة ولكن مع مرور الزمن يعني تنازلت عن تلك المبادئ لم نقول أنها جددت خطابها لتكيفه مع الواقع بلا وإنما نقول تنازلت عن مبادئها كذلك الأنظمة سقطت لماذا؟ لأنها لم تتكيف مع مقومات أمتها ولم تتكيف مع مقومات شخصية أمتها الإسلامية هذه نقطة ولكن لما نطرح سؤال هذا الفراغ الاقتصادي الفراغ هذا الروحي والتقافي والاجتماعي ما الشيء الذي يملأه؟ الشيء الذي يملأه هو الإسلام هو الإسلام يعني إذا أحسسنا بانتمائنا الحقيقي للإسلام اقتصاديا يزول ذلك الفراغ إذا أحسسنا بالانتماء الحقيقي للإسلام سياسيا يزول ذلك الفراغ قد يطرح أحدنا سؤال يقول كيف نشعر بانتمائنا لإسلام اقتصاديا نقطة مثال البنوك هل البنوك التي تتعامل بها الأمة الإسلامية هل هي بنوك إسلامية؟ إذن بنوك فيها ربا بنوك فيها كما قلوا معاملات رباوية ولهذا نجد كثير من رجال أعمال المسلمين الصادقين لا يدعون أموالهم في البنوك لخوفهم من الربا إذن هنا نشوف بأن النظام لا يتكيف مع مقويمات الإسلامية للأمة أنت لما البنوك الرجال أعمال لا يحطوش الأموال تحوم في البنوك معنى رح تنقص حركة الأموال لما تنقص حركة الأموال معنى الاقتصاد رح يهبط إذن هذا معنى انتماؤنا للإسلام اقتصاديا أننا نقيم معاملات إسلامية التي تجعل مثلا رجال أعمال يدعون أموالهم في البنوك حتى تكون حركة رؤوس أموال ويكون نوعا ما تطور اقتصادي نعطي مثال من الناحية السياسية كيف يكون انتماؤنا حقيقي للإسلام؟ سياسيا أننا لا ننكذب على الناس ولا نزور لا يكون هناك بهتان ولا يكون هناك تصوير إذن هذه الحقيقة لما نتكلم من الناحية الثقافية كيف يكون انتماؤنا حقيقي إلى الإسلام ثقافي أن لا نستورد فكرة غير وإنما لا نفكر لا نقرآن ولنا سنة ولنا صحابة ولنا سلف صالح ولنا علماء أمة لماذا لا نأخذ من هؤلاء العلماء ومن القرآن ومن السنة ونستورد أفكار معينة من بلدان معينة لا تموت بصلة بإسلامنا إذن هذا باختصار إذن قلنا الفراغ الذي تعيشه الأمة الإسلامية لا يملأه إلا الإسلام عقيدة ونظام أخلاق وتشريع لما نقول لا يملأه إلا الإسلام عقيدة ونظام عقيدة نعرفها ولكن ما معنى نظام؟ نظام معنى أن يكون الإسلام منهج حياتنا نستيقظ بالإسلام وننام بالإسلام ونتكلم بالإسلام وندرس بالإسلام ونتعلم بالإسلام ونرقى بالإسلام ونتعامل فيما بيننا بمعاملة الإسلام هذا هو نظام معنى أن يكون الإسلام نظام حياتنا وأن يكون منهج حياتنا إذن ولم نقول أخلاقاً وتشريعاً أخلاقاً نعرفها ولكن ما معنى تشريعاً؟ معناه تشريعاً لا بد أن يحكم الإسلام الأمة الإسلامية لما تحكم سمكة وتخرجها من البحر بطبيعة الحال ستموت كذلك الأمة الإسلامية لما تنسرخ عن إسلامها ولما تبتعد عن إسلامها لما تنحرف عن إسلامها ستموت ويسودها الفراغ وتسودها الكآبة ويسودها كذلك الحزن ويسودها الفقر إلى غير ذلك من الآفات الاجتماعية إذن لما نقول تشريعاً لا بد أن يحكم الإسلام الأمة الإسلامية والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والله عز وجل يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ويقول في موضع آخر أفحكم الجاهلية يبغون ومنحسن من الله حكما لقوم يقنون هذه الحقيقة أيها الإخوة الكرام لا بد أن يحكم الإسلام الأمة الإسلامية الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم شؤونهم وهو الذي يعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم أنت تشريه جهاز تعتلفاز هذا الجهاز تعتلفاز هذا لما تشريه يعطيك معاها كما قلوا الدليل كتالوج أنت أنه كما تستعملش هذا الكتالوج هل تستطيع أن تشغل الجهاز أبدا زيد هذا الإنسان لي صنع الجهاز ولي يعرف يخدمه لو كان في يوم الأيام هذا الجهاز يكون في عطل هل تديه الإنسان غير متخصص في صناعة الأجهزة أو يصنعه أبدا شكو أن يصنعه المتخصص في صناعة الأجهزة كذلك الأمة الإسلامية الله عز وجل لما خلق الناس خلق معهم دليل هذا الدليل يتمثل في كتاب الله عز وجل ويتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خلق الخلق وجعل معهم دستور هذا الدستور هي الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن الكريم يعني عجب هذا هو انتماؤنا للإسلام يعني أننا نتعجب لما يقول لك الإنسان أنا أنتمي إلى الإسلام ولكن لا يحكم بما أنزل الله ولكن لا يستعمل أحكام الشرعية الإسلامية في حكمه إلى غير ذلك كيف يكون انتماؤنا للإسلام ونحن نعطل أهم شيء في الإسلام وهو القرآن وهي سنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني ما دام القرآن لا يحكم في الأمة الإسلامية لا نقول أننا ننتمي إلى الإسلام انتماء صحيحا وانتماء فعليا الله عز وجل خلقنا ويعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح وما ابتعدنا عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنظل نرى الويلات والمشاكل والزلازل والقلاقل وما يصيب الأمة الآن إلا لأنها ابتعدت عن مقوماتها الشخصية المتمثلة في القرآن والسنة والإسلام بصفة عامة إذن لما أقول أنا أنتمي إلى الإسلام ما هي شروط انتمائي للإسلام قد يطرح أي أحد السؤال يقول ما هي شروط انتمائي للإسلام نقول هناك يعني تقريب 12 عنصر لما تتوفر فينا نجمو نقول أننا ننتمي إلى الإسلام انتماء صحيحا فعليا وإحنا بحول الله تعالى نحاول في كل حصة ندرس ولو باختصار يعني عنصر من هذه العناصر أو عناصر انتمائنا للإسلام إذن حتى أنتمي للإسلام أولا أن أكون مسلما في عقيدتي ثانيا أن أكون مسلما في عبادتي ثالثا أن أكون مسلما في أخلاقي رابعا أن أكون مسلما في أهلي وبيتي خامسا أن أنتصر على نفسي سادسا أن أكون واثقا بأن المستقبل للإسلام سابعا أن أكون أو أن أعيش للإسلام ثامنا أن أكون مؤمنا بوجوب العمل للإسلام ثانيا أن أكون أو أن أدرك أهمية العمل في الجماعة الإسلامية أو في المجموعة الإسلامية ونديرها بقوسين قولوا أهمية العمل في إطار الحركة الإسلامية هنا نحب ننبه يا جماعة لما نقول حركة إسلامية أصبحت بعبعا يخيف الناس أبدا يا جماعة يعني هذا هو هدف الغرب هدف الغرب يريد أن يسلخ الأمة من مقوماتها ومن شخصيتها الإسلامية ماذا يبدأ؟ يبدأ بنزع وبتخويف الناس المسلمين بصفة عامة من المصطلحات الإسلامية تتصور في سنوات معينة كنا لما نقول دولة إسلامية أمر عادي الناس تفرح لما نقول حركة إسلامية ما شاء الله لما نقول تيار إسلامي ما شاء الله الناس تعمل للإسلام لما نقول صحوة إسلامية كذلك الناس تفرح شيء إيجابي ولكن الآن لما تقول الناس حركة إسلامية الناس تخاف ما معنى لا لا حركة إسلامية لا لا أبدا الذي يعطي صورة سيئة عن عمل معين فهذاك الإنسان لا يمثل ذلك العمل وإنما يمثل نفسه فقط نحن في يوم الأيام لما ناس استعملت لفظة حركة إسلامية وقتلت الناس وقتلت الأطفال وقتل كذا هذا لا يعني أنهم يتمون للإسلام وأن الإسلام هو الذي يأمر بالقتل أبدا هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط إذن فلنسميها حركة قتل فلنسميها حركة إرهابية ونسميها مشت ولكن لا تقول أنها حركة إسلامية إذا كانت حركة معينة تدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الإباحية وتتبنى الإسلام إذن لا نسميها حركة إسلامية وإنما تسمى حركة إباحية الإسلام في غينا عنها وهؤلاء لا يمثلون الإسلام إذن لما نقول حركة إسلامية ما معنى؟ هو عبارة عن عمل جماعي منظم بين مجموعة من الأفراد يبتغون بذلك وجه الله عز وجل ويبتغون بذلك خدمة الإسلام والمسلمين هذا هو المعنى الإجمالي للحركة الإسلامية إذن نعجب أن الغرب واليهود يعني يتشرفون ويتبجحون ويفتخرون بالحركة اليهودية الحركة الصهيونية وكذلك الحركة اللائكية والحركة العلمانية والحركة الإباحية والحركة كذا وكذا وإحنا لما تولي فينا قولوا حركة إسلامية كأنها بعب والناس قاعدت خاف أبدا الحركة الإسلامية هي عبارة عن عمل جماعي منظم من قبل مجموعة من الإفراء على الأفراد يبتغون بذلك وجه الله عز وجل ويبتغون من وراء ذلك خدمة الإسلام والمسلمين إذن هذه النقطة عاشرا كذلك أن أدرك طرائق العمل الإسلامي حداش أن أدرك أبعاد انتمائي للحركة الإسلامية أو للمجموعة الإسلامية أن أكون مدركا كذلك لمرتكازات العمل الإسلامي كل هذا النقاط بإذن الله تبارك وتعالى سنتطرق إليها بنوع من التفصيل وأننا لا نفصل كثيرا حتى نستطيع أن نوصل الفكرة إلى إخواننا نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله وسألتقي معكم إن شاء الله في حصص أخرى من حصص سلسلة لوعي الإسلامي تحت العنوان العريض ماذا يعني انتمائي للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسلم وأقول هامل الفؤاد وفي حنايا الأضلعي أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرعي أنا مسلم ولغير طريق